وسط تهديدات جماعات الهيكل والمتطرفين الصهاينة باقتحام المسجد الأقصى المبارك في الرابع عشر من شهر رمضان الجاري عقدت أكثر من أربعين مؤسسة ورابطة وهيئة علمائية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي من بينها هيئة علماء المسلمين في العراق مؤتمرا صحفيا للتنديد بالتصعيد الصهيوني ضد المقدسات الإسلامية معتبرين أن ما يجري في الأقصى يعد محاولة لفرض معادلة بالغة القطورة بقوة الإجرام الصهيوني فإن قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه قد حشدت باطلها وأجلبت بخيلها ورجلها وشياطينها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك فيما يسمى الفصح العبري وممارسة تقوصهم الدينية المحرمة في زبح حيوان قربانا في المسجد الأقصى إيحاءا معنويا بالنسبة لهم بإقامة هيكلهم المزعوم وأكد العلماء أن العدو الصهيوني يريد من هذه الاقتحامات المتوقعة ترسيخ ما يصب إليه من جعل المسجد الأقصى مباحا للمشروع الصهيوني وخاضعا لمخططاته أننا أمام جريمة متقدمة بالغة الخطورة فإن هذه الاقتحامات المتوقعة يراد منها ترسيخ ما يصب إليه العدو الصهيوني من جعل المسجد الأقصى المبارك حقا مشروعا للصهاينة وشدد العلماء على أن المسجد الأقصى حق حصري للمسلمين بكل أجزائه وأبنيته وجدرانه وأن أي اعتداء عليه هو اعتداء على مقدسات المسلمين يؤكد العلماء أن المسجد الأقصى المبارك حق حصري للمسلمين بكل أجزائه وأبنيته وجدرانه وأسواره وما فوقه وما تحته وأن أي اعتداء عليه أو على أي جزء منه هو اعتداء على سالس أقدس المقدسات عند المسلمين بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي ودع العلماء أبناء الشعب الفلسطيني إلى تفعيل العمل الجهادي بأساليبه المختلفة ووسائله المتاحة وأن يرسوا الصفوف ويوحدوا كلمتهم ويدعون أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف مواقعه وفصائله إلى تفعيل العمل الجهادي بأساليبه المختلفة ووسائله المتاحة وأن يرسوا صفوفهم ويوحدوا كلمتهم وأن يزيقوا هذا العدو وبال أمره وجزاء عدوانه بتهديده في حياته ووجوده التي هي أغلى ما يملك وناشد العلماء كافة المسلمين بنصرة المسجد الأقصى ودعم قضيته في ظل حاجته لكل جهد وعمل للدفاع عنه وحمايته من هجمات الصهاينة ومخططاتهم الخبيثة